اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والافضل ما بيه هو العمل اليدوي اللي يبدي من الانتاج من انت مثل العبات الصيفية يبدي انتاجها من الصوف اللي هو مع الحلال الغنم والهاض يبدي بعدين ينغسل ويتعمل بعدين يسونا اكو غوازيل يغزلونا وبعدين ينحاك يدويا ويجي يمنا احنا الخيطة هم يدويا فالغزل كل ما يرفع كل ما يصير ارقا واغلى وهالفتر هاي هسا بعد احداث 2003 ظهر جيل من الشباب جديد ايه هو الزي العربي فدخلوا بقوة على الزي العربي شباب رغم هم عمار عمار بين ال 20 و 25 سنة بس دخلوا بقوة للبس الزي العربي احنا العباية عدنا قدنا هلا نوع العبية يشوفوها نعم بيها الصحر الكلب دون اللي هو خياط الأصفر تشاسبي وبيها التحرير اللي بلون العباية كل ما ضغالها لبسها مثل بس قلت لش بعد الأحداث اختلفت الموازين قاموا اختلط اللبس كله كل مناطق العرق قاموا تلبس مختلط من عنده كان مخصص الجنوبي يلبس بلون العباية تحرير الغربية اللي هي ان ننصح عليها الغربية ضماديل موصل تكريت يلبسون الكلب دون هالسلاح سختلفت قاموا يلبسون كلب دون الغربية تلبس تحرير والجنوبي يلبس كلب دون فهي العباية ترجين على العباية العباية عملها من توصل الى مرحلة اللبس من بدايتها عملية يعني دقيقة وطول هواية بالنسبة للغزل وسعادها التفعت لأن مكلفة طول هواية فالذلك يدخل عندنا هسه الميكانيك نقول عليه يعني الانتاج الميكانيكي ومو يدوي هذا شوية سعادة أرخص على مد يعين الناس على اللبس عباية اليدوية ما هذا أزجد شيء كان نجف نجف السمي شوي قلل باعتباره ميناء الوطن العربي ها انتاجنا العباية العباية اليدوية العراق ما يعلا عليه على مستوى العالم كله يعني فالذلك تجي بداية صناعة العباية الغزل صوف ويجزونا من زينون الحلال يبدي يغسلونا ويصوفونا ويعدلوه وبعدين يجي الغازول يبدي يغزل يسوي الخيط هالخيط هاد الخيط من يغزل الغازول يعني مسافة كيلوات يغزل على مو يدينتج عباية العباية طول هيدا سبعة متاض ينتجها مثلا طول سبعة متاض تقريبا عن شغلات تقريبية وقلتش عليه ستمية في سبعة والنوبة تحق ستمية في سبعة ستمية في سبعة متاض فويا ستمية في سبعة يعني نتطلع بحدود ثمان كيلوات يعني الخيط يلا يبدي يغزل يسوي هالعباية هاي العباية من تجيها من النوبة نبدي احنا نفصلها وننزلها يشتغلون بها العباية أقل شي ما يشتغلون بها فت أربعة من غير مثل الآن يحسب المحل أفصل وكملها ونزلها لشغل يجي النوبة يخيطون بها أربعة وثلاثة من تجي عاني بيدهم أكملها صحنا فينش انقبالته النهايات أهم شي دائما بعين تاجب على مستوى العالم كله إذا مون فينش نظيف العباية يعني يجي بين قماش عادي الخياط حلو سصير أفضل شي ويجي بين ألقى قماش وخياط مو شي شوفينا مو أصلا ما العين يزيغ عليها فلذلك العباية العربي العباية بالنسبة عندنا عالم ثاني والناس تهواها هسا بس هسا ظروف البلد هحنا اللي بيها العالم شوية هدأت لهم متهية مشاكل مشاكلها بس هي بسوء صحبة قوية جدا عليها بعد 2003 أزل من قبل يعني سوكها ماشي سوكها ماشي هو ما ينقطع مستحيل لينزي عربي صح مستحيل ينقطع حتى لو نقول إحنا شوان يغفى بس في لحظة أن يقعدوا يشتغل على حزب العصول سامعة آني أنه أكو خياط بريسام وأكو خياط الحرير حتى يغزلون بيها أو ينسجون بيها بالنسبة الخياط هذا الغزلين بريسام والحرير اللي بلون العباية أكو بوليستر اللي نشتغل به وبريسام هس هم قل يجينا من الصين هنا يعاملونه يصبغوا وسووه هذا البريسام السقليل كلهم عظمة ببوليستر نشتغلهم يجينا من الصين هذا بنسبة التحرير الكلب دون الخيط بيعدة أنواع هذا الأصفر بيدرجة الأولى الفرنسي ودرجة ثانية فرنسي وأكو هواية بالسوق أنواع هو مو فرنسي صين احتماله وهندي وهذا يطلق عليه فرنسي بس هو مو فرنسي وأكو ياباني أقل من عنده كان قبل هنديهم أقل ما موجود بس أفضل شيء عندنا هو الفرنسي الأولى وجوارها الفرنسي الثانية كذب العمر الفرنسي الأولى بنسبة الفضلة 990 بالمية ويلا حقا نسبة الذهب 4 بالمية أكو 6 بالمية أكو 8 بالمية نسبة الذهب بالخيط بينما الثانية لا نحاس الفرنسي الثانية باقي الياباني نايلون النوع الثانية اللي هو مطلق عليه فرنسي بس هو مو فرنسي هم بي نوع من النحاس هذا بس مدة المالتا أقل من الفرنسي اللي تعبر الفرنسي الدرجة الأولى لأن المعمل هو فرنسي اللي ينتجي وزعنا للخليج وزعنا بما فيه من عنده يستخدمون ستار الكعبة من نفس الخيط اللي احنا نشتغلها هارم أزان حدو شنو أفضل أنواع العبي أفضل أنواع العبي بالنسبة للصيفي اللي هو الغزل العمارة وبالنسبة للشتوي وبرنبيه التاج السوري نبيه حمد الله مشهور من شان عنده معامل بالأردن وبيروت وبسوريا بس اللي بالأردن مالسوريا لأن باسطة حرب سوريا فأفضل بالشتوي النبيه الحمد الله وبالصيفي غزل العمارة ما يعلو عليه يعني شكرا العفو العفو وصلنا الختام فقرة ميكسل هذا اليوم يا رب استمتعته بجولتنا بسوك العبي انتظروني الفقرات جاية إلى اللقاء اشتركوا في القناة